بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أهلاً وسهلاً بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثاني الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا وهو درس منزلة الحياة وقبل أن نبدأ سوياً في هذا الدرس دعونا نتذكر أهم العناصر التي مرت معنا في الدرس الماضي وسبق أن تحدثنا عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا معنى الحياء وحدود الحياء وقلنا أن الحياء هي صفة تحث على فعل الحسن وترك القبيح وذكرنا أيضاً أن الحياء يجمل الإنسان ويجعله يرغب في فعل الخير والإحسان وأما إن ترك الإنسان الحياء وذلك خجلاً بأن يمتنع عن الحديث في المجالس والمشاركة مع زملائه في الصف فإن هذا مذموم وليس محمود وأن هذا يسمى خجلاً وليس حياءً وأخذنا صور من حياء النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياءً وأن من حيائه أنه كان إذا كره شيئاً عرف ذلك في وجهه وأيضاً كان من حيائه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا بلغه عن الرجل أمر فإنه لا يوجه كلامه إليه مباشرة حياءً منه ولكي لا يجرح مشاعره أمام الآخرين بل كان من خلقه وهديه أنه يوجه كلامه إلى عامة الناس وممن حوله من غير أن يخصص أحداً بعينه فكان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وأيضاً من حياء النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يؤذي أحداً بكلام فيه سب أو شتم أو بذاء فيقول أنس رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سباباً ولا فحاشاً ولا لعانا الآن نأتي إخواني وأخواتي إلى درسنا والذي سيتحدث عن منزلة الحياء في الإسلام دعونا نستمع إلى هذه القصة والتي تبين منزلة الحياء وأن الحياء هو منهج الرسل والأنبياء ولذلك الحياء هو خصلة من خصال الإيمان وينبغي على الإنسان أن يتحلى بالحياء كما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يفعل نستمع إلى هذه القصة خرج موسى عليه السلام من مصر خائفاً من فرعون وقومه وتوجه إلى مدين فلما وصل إلى بئر الماء وجد الناس يسقون مواشيهم من البئر ووجد امرأتين منعهم الحياء من مزاحمة الرجال من أجل السقاية فأبى عليه خلقه عليه السلام أن يترك امرأتين ضعيفتين بلا سقاية فسقى لهما ثم جلس في بلدة لا يعرف فيها أحد ولا يملك فيها شيئاً فإذا إحدى المرأتين تأتي على استحياء وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فالحياء خير كله ويؤكد ذلك الحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير إذن نستفيد من هذه القصة حياء المرأتين حينما لم تذهبان وتزاحم الرجال لكي يأخذان الماء لأجل مواشيهم وإنما ردهم عن ذلك الحياء فأرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وقام بخدمتهما والذي بعث موسى على ذلك هو خلقه العظيم وأيضاً إعجابه بحياء هاتين المرأتين وقول نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الحياء لا يأتي إلا بالخير الحياء لا يأتي إلا بخير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآن نتعرف على معاني الحديث حديث عمران بن حسين وأولاً نريد أن نذكر معنى الحياء وقد قلنا أن الحياء أحسنتم صفة تحث على فعل الحسن وترك القبيح فإذا كان الحياء يحث على فعل الحسن وترك القبيح إذن فالحياء صفة أحسنتم صفة محمودة صفة محمودة وينبغي أن نتخلق بها وقوله عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير أي أن المتصف بالحياء إذا فعل أمراً أو تركه من أجل الحياء فإن ذلك خير له في الدنيا والآخرة إذن الحياء مطلوب ينبغي أن نطبقه في حياتنا وفيما نفعله في هذه الدنيا لأن الحياء لا يأتي إلا بخير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وخيره يعود عليك في الدنيا وكذلك في الآخرة ننتقل الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث ونقول يستفاد من هذا الحديث أولاً أن الحياء شعبة من شعب الإيمان يمنع من المعاصي ويزيد في الطاعة أيضاً نستفيد أن الحياء يبعث على فعل الأمور الحسنة مثل القول الحسن وكذلك الفعل الحسن أيضاً أن الحياء يمنع من الأمور القبيحة مثل التلفظ بالألفاظ السيئة وكذلك الفعل السيئة نقول أيضاً من الفوائد ليس من الحياء ترك السؤال عما لا نعلمه أو الخوف من الحديث أمام مجمع من الناس وإنما هذا الفعل يسمى خجلاً مذموماً لأن الحياء كله خير إذا أشكل عليك أمراً فاسأل أهل العلم ولا تسكت فإن سكوتك هنا ليس من الحياء وإنما هذا من الخجل أيضاً إذا دعتك الحاجة إلى الكلام فتكلم إما أن تكون في مجلس ويحتاج منك إلى كلمة أو تكون في الصف الدراسي وتحتاج إلى المشاركة فهنا ينبغي عليك أن تتكلم وسكوتك ليس حياء وإنما هذا خجل والخجل كما ذكرنا مذبو أيضاً من فوائد هذا الحديث أن ثمرت الحياء حسنة في الدنيا والآخرة ففي الدنيا محبة المؤمنين وكذلك أحسنتم واحترام الناس لك وفي الآخرة كثرت الحسنات ورفعت الدرجة ننتقل الآن إخواني وأخواتي إلى راوي الحديث ونتعرف عليه وهو عمران بن حسين رضي الله عنهما ونقول نسبه هو عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين ومن فضائله كان يحمل راية خزاعه يوم الفتح بعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم فكان الحسن البصري يحلف ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن حسين رضي الله عنهما فقد كان من فقه الصحابة رضي الله عنه وأرضه من صفاته رضي الله عنه كان مجاب الدعوة كان مجاب الدعوة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ننتقل الآن إلى هذا النشاط ونفكر فيه قليلا ما العلاقة بين الحياء وحسن الخلق فنقول أن الحياء أساس لحسن الخلق فالباعث للأخلاق الحسنة هو الحياء نلخص ما تعلمناه تعلمنا في هذا الدرس أن المؤمن يتصف بالحياء أيضا أن من اتصف بالحياء يكون أمره خير كله في الدنيا والآخرة أيضا أن الحياء يعين على فعل الجميل وترك القبيح ننتقل الآن إلى التقويم ونتشارك سويا في حله السؤال الأول نكمل الفراغات الآتية من ثمرات الحياء في الدنيا أحسنتم محبة المؤمنين واحترام الناس لك من ثمرات الحياء في الآخرة أحسنتم كثرة الحسنات ورفعة الدرجات السؤال الثاني أذكر صفة من صفات عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبي فنقول أنه رضي الله عنه كان مجاب الدعوة إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد انتهينا ووصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله تعالى نلتقيكم في دروس قادمة وأنتم في أتم صحة وعافية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة